المبعوث الأممي يستثمر الهدنة المعلنة من جانب واحد لتحريك عملية السلام فقد أفاد مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفث بأن المبعوث أرسل مقترحاً بثلاث اتفاقات محدثة إلى الأطراف اليمنية في سياق مساعيه لإيجاد حل للأزمة منتهزاً الظرف العالمي والمخاطر التي أفرزها فيروس كورونا المستجد يأتي ذلك فيما لم يعلن الحوثيون حتى الآن أي موافقة رسمية على وقف إطلاق النار رداً على قرار التحالف والحكومة الشرعية وعلى العكس من ذلك وصف قياديون في الميليشيا هذا الإعلان بأنه لا يعد أن يكون إحدى المناورات السياسية أرسل غريفث للأطراف مقترحات وصفت بالمحدثة لاتفاقات تتعلق بالوقف الشامل لإطلاق النار في عموم مناطق اليمن وبالإجراءات الاقتصادية والإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي كورونا المستجد بالإضافة إلى استيناف العملية السياسية المبعوث الأممي أكد أن المقترحات التي أرسلها إلى الأطراف متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن كما تمثل حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الإبتعاد عن عنف ومعاناة الماضي واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام وبناء على تقديره ذاك دعا الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي إلى قبول الاتفاقية المقترحة من دون تأخير والبدء في العمل معا من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل تأسس مقترح غريفة بشأن الاتفاقات المحدثة وفقا للبيان الصادر عن مكتبه على نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة وعلى الثقة بين الأطراف والتزامها باستئناف العملية السياسية فضلا عن أنه تلقى ردود فعل وتعليقات من الحكومة اليمنية والحوثيين يأمل بأن تسمح باجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لإبرام هذه الاتفاقية رسميا كعادته بدى المبعوث الأممي متفائلا بالخطوة المقبلة اعتقادا منه أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات ولأن وقف القتال أصبح أمرا مصيريا وشديد الأهمية بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن لكن تفاؤل المبعوث الأممي تأسيسا على تحركاته هذه لا يسنده الوضع الميداني المشتعل وهذا الإعراض الواضح من جانب أحد أطراف الحرب الأساسيين عن التفاعل مع وقف إطلاق النار باعتباره الأساس الذي تستند إليه التحركات الجديدة للمبعوث الأممي والمنظمة الدولية